اشتركوا في القناة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي ومن الجامعة الرئيس دكتور حسن بن رفدان الهجوج وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسعادة الدكتور ديانة عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الهيئة العامة للرياضة ماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرمية لتطوير القطاع الرياضي وإبرام العديد من الاتفاقيات الشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي انطلاقا من حرص الهيئة على دعم الرياضيين وتشجيعهم على التحصيل العلمي والأكاديمي وأشهد سموه بمساهمة جامعة المملكة في دعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب لما لها من انعكاسات إيجابية في تحفيز اللاعبين الصغار على التألق الرياضي لنيل إحدى مقاعد المبادرة في جامعة المملكة مستقبلا حيث تعتبر المذكرة امتداد لسلسلة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجامعات الخاصة سابقا وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أهمية تعزيز الجانب الأكاديمي في مسيرة الرياضيين البحرينيين لمن للتعليم من أثر مهم في دعم جميع قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي حيث إن الهيئة العامة للرياضة تولي العلم اهتماما كبيرا لكونه يسهم في تكوين جيل رياضي متسلح بالعلم والمعرفة وثمنا سموه تعاون جامعة المملكة ودخولها ضمن المبادرة وهم يعكس حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الرياضي والذي يحتضن شريحة كبيرة من الشباب متمنيا سموه للجامعة المزيدة من التقدم والنجاح اشتركوا في القناة